ضمنوا خطأ أنهم بمأمن في سيارة مصفحة عن نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي سبعة من العاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة يلقون حتفهم في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم العاملون من جنسيات أجنبية بريطاني واسترالي وأيرلندي وكندي وأمريكي إلى جانب فلسطيني الاحتلال الإسرائيلي الذي تتمتع قواته بأدق أدوات تحديد الأهداف قصف السيارة وهو يعلم من بداخلها بدافع الانتقام من العزة للجوعة في قطاع غزة استكمالا لجريمة الإبادة الجماعية التي بدأت بمنع الغذاء والماء والدواء واستهداف المنشآت الطبية وتدمير مخازن الأدوية المنظمة التي مقرها واشنطن تشرف على تجهيز الميناء العائم في غزة وهي منظمة غير ربحية أرسلت أول شحنة بحرية من المساعدات الإنسانية إلى غزة وبعد أسابيع من التحضير قام فريقها في قبرص بتحميل ما يقرب من مئتي طن من المواد الغذائية على متن قارب سفينة أوبين آرمز التي أوصلت مساعدات إلى القطاع في تجربة أولى لتدشين طريق بحري جديد لإيصال المساعدات إلى سكان القطاع وذلك بعد تعمد إسرائيل منع المساعدات من الطرق البرية رغم توفرها بكميات كبيرة المنظمة كشفت أنها قدمت أكثر من 35 مليون وجبة للفلسطينيين النازحين في وسط وجنوب القطاع وعلى استحياء مصطنع يعلن جيش الاحتلال أنه بصدد مراجعة لفهم ظروف الحادث الذي تعرض له فريق المطبخ المركزي العالمي وأنه يعمل معهم بشكل وثيق على حد وصفهم وبعدما تمكن الاحتلال الإسرائيلي من تقويد وكالة الأنروا باتهامات مزعومة دفعت الدول المانحة لها بوقف تمويلها يبدو أن الاحتلال قرر أن تكون إحدى أذرع حربه على غزة على كل المنظمات الدولية والأممية التي ربما تحبط مخططاته بالإبادة الجماعية من خلال المساعدات التي يقدمونها للفلسطينيين